موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمية العردينية الأستاذ الدكتور عبد الحليم الهروض تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعدها نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى أنا ابن الأشرفية أنا ابن الأشرفية يا رفاقي أحن إلى شوارعها العتاقي أحن إلى الملاعب والحوار أحن إلى المداخل والزقاقي أحن إلى مدارسها وصحبي ومسجدها وساحات السباقي وفرن الحي حيث الخبز فيه ضحوك الوجه مع سول المذاقي وفرن الحي حيث الخبز فيه ضحوك الوجه مع سول المذاقي وجيراني وأقراني وأهلي أحن إليهم هل من تلاقي أيا ليت الزمان يعود يوما فأطلعه على فعل الفراق أيا ليت الزمان يعود يوما فأطلعه على فعل الفراق أحن إلى بلاد العرب دوما وآلم للتشردم والشقاقي أحن إلى بلاد العرب دوما وآلم للتشردم والشقاقي من اليمن السعيد إلى شآمن ومن طرف المحيط إلى العراق بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتاب أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء وفي زاوية هذا كتابي كتابي يتحدث عن مخيم المحطة أيام زمان أوراق وذكريات هذا الكتاب نشر عن دار الأبرار تحدثت فيه عن تاريخ المخيم بكل تفاصيله تاريخ المخيم سواء الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي ذكرت كل صغيرة وكبيرة من تاريخ نشأة المخيم 1952 حتى الآن رصدت أسماء الذين عاشوا أسماء أصحاب المحلات أسماء الصالونات المحلات التي كانت مفتوحة الأسواق القديمة والحديثة التي كانت في المحطة مساحة المحطة مخيم المحطة التي كانت تمتد مساحة كبيرة جدا قبل عملية الكسكسة حتى مجمع غدان الحالي كان فيه بيوت خاصة بالمخيم ولم يكن في المخيم أي متنفس إلا ملعب البستان للنواحي الرياضية ولكن بعد أن تم فتح مجمع غدان مكان هذا الملعب لم يعد هناك ملاعب للأطفال أو ملعب يلتقي فيه الشباب خاصة في مباريات الدوري الشعبي هذا الكتاب كما قلت يتحدث عن كل شيء فيها عن الثقافة الشعبية عن الثقافة الدينية عن حكايات السيل والمطر وكالة الغوث أيام البكج مجالات التعليم كما كنا وفي الجزء الأخير وضعت فيه بعض الملاحق لصور أخذت من داخل المخيم للتوثيق أيضا قام هذا الكتاب على مقابلات من الشيوخ الموجودين أو الذين كانوا في البداية يعيشون في مخيم المحطة ورجعت أيضا إلى عدة مراجع حتى يكون التوثيق صحيح مئة بالمئة أيضا هذا الكتاب عزيز علينا كون نحن أبناء مخيم المحطة لعبنا في حواريه عشقناه وعشقنا وبالتالي عندما أتصفح هذا الكتاب أحس بالحنين الكبير إلى هذا المخيم الذي ضم نخبة كبيرة من المبدعين والمثقفين والسياسيين وكما يقولوا تخرج العديد من هذا المخيم من رجالات المقاومة أتمنى لكم استمتاع في متابعة هذا اللقاء وشكرا لكم على حسن استماعكم شكرا الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع الكثير من الخطاطين العرب وقدموا لنا نمادج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقتي هذا اليوم أهلا وسلم بكم والآن سنتعلم كيف نحسب ونطبق طريقة حساب الذهبي للحرف العربي في أولى الحروف حرف الألف قلنا أن يجب أن يكون لدينا خط أفق نتعلم عليه ثم نحسب بقطة القلم يجب أن تكون عمودية وأفقية حصرة يعني حساب يكون إما عمودي أو أفقي نتعلم فقط نبدأ ومن المصادفات الجميلة أن حرف الألف يصعد أفقي عموديا سبقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نعيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في رقم ثلاثة نضع قطة قلم أفقية ونعلم على وسطها نأتي إلى رقم سبعة هنا يوضع القلم لأول مرة بتاريخ القطر يوضع حساب دقيق بحيث يعطيك النقطة الأولى أين تضع القلم وكم ميله هذا ميل خط النسخ الميل يحتاج إلى درس خاص الآن فقط نشرح كيف تكتب ننتقل من رقم سبعة نمر على ستة لنمر بأربعة ثلاثة وكأننا نكتب حرف آس تمام إلى رقم واحد نضع قطة قلم أفقية معناه طريق القلم بدأ هكذا من سبعة مرة برقم بين ثلاثة وأربعة مرة بنسف قطة وانتهى بقطة كاملة معناه ميل حرف الألف بالحساب الذهب هو قطة كاملة نبدأ بها ها هي ثم نصعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عند رقم ثلاثة نصف ثم نأتي من هنا نمر بثلاثة ونتوقف عند رقم واحد بميل واحد بهذا الحساب نستطيع أن نكتب ألف ألف بنفس المستوى بنفس الدقة وبنفس الميل شكرا جزيلا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمية الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الحليم الهرود فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسلم بك حياك الله دكتور عبد الحليم الهرود ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين بارك الله فيك وأشكرك وأشكر لك هذه الاستضافة وهذه الإبتسامة وهذا الرافدين هما دجلة والفرات الشكر لك يا دكتور الشكر لك فرصة سعيدة ونحن نتشرف بحضرتك قامة كبيرة في البحث والعمل الأكاديمي دكتور عبد الحليم الهرود حضرتك أنت اختصصت في الأدب الأندلسي والمغربي وألقيت محاضرة في وزارة الثقافة الأردنية بعنوان صور من النقد السياسي فودي أن يعني حضرتك تصلط الضوء على أهم معالم ذلك النقد نحن غالبا ما نسمع نقد نقد أدبي لكن أو سياسي لكن نقد اجتماعي حقيقة يعني مفردة نراها جديدة على فضاء النقد فودي أن نصلط الضوء على هذا الجانب أشكرك يا دكتور المجلس أهد محمد على هذه الاستضافة ابتدائيا مكررها حياك الله غير مرة هذه المحاضرة في حينها أذكر أنه كانت المنطقة بطبيعة الحال تمور بأحداث جسام وتتشابه مما كان في عصور الأندلس الداهبة فخطر ببالي أن أنظر في كيف نظر الأدباء أو الشعراء هذه هي الأحداث التي كانت قائمة فوجدت مسألة أن هذه المسألة النظرة إلى النظرة السلبية للأشياء لم تكن متأصل في نفوسهم ابتدائيا وإنما هي عوارض كانت افترضتها الأحداث افترضتها الأمور التي كانت سيدناك وأدت بالضرورة إلى ضعف الدول الإسلامية التي آذنت بانتهائها بالمحصلة فوجدت أن ثمت أصوات عالية نعم ارتفعت بوجه الأحداث السياسية نعم القائمة آنذاك من جوانب متعددة منها وأنا أتحدث أنه أتحدث بعد ملوك الطوائف يعني بعد أن توزعت الدولة نعم أو الخلافة أو الدولة الموحدة إلى دولات يحكمها يعني أناس طامعون طامحون نعم ولذلك نجد أن ابتداءا الالتزامات المالية لتلك الدولات نعم وما بعدها كانت تفرض جباية مالية عالية ابتداءا ما يكون في صرف على الدولة وعلى ما يسمى بالدولة والجانب الآخر فيما يتعلق بالأتوات التي أحيانا كانت تعطى لدوار الجوار حتى تستدر عواطفهم أو تأمن بوائقهم أو تبحث عن شرعية في تأصيل حكمهم وهكذا ولذلك يعني أنا أذكر مما أذكره أن بعد وفاة المنصور بن أبي عامر نعم تولى البالنسيا وبعض الدولات يعني من هناك انفرط العقد نعم وان طلت 20 عاما يعني تتمسك بخيط الوحدة فتولى الأمر من الموالي خيران العامري والمهم أنهم فرطوا ضرائب على هؤلاء القوم بحيث أنه كثيرا من سكان المنطقة نعم بحثوا عن هذا كذا تقول الرواية التاريخية بحثوا عن ملجأ آخر إلى مكان آخر أقل كل فتان من أنهم لا يستطيعون أن يستحدون نعم من بين هذه المسائل أن في هذه الفترة الأمر الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وطبيعته الأندلس متدين بطبيعته على الرغم مما نرى من له ومجهون أحيانا وتسليط ضوء عليها لكنه بجملته هو متدين ولذلك أن يأنف أن يولى أمر المسلمين غيرهم من الديانات الأخرى نعم فهناك بعض الديانات أو على الأقل بعض الملوك الطواف قد استعانوا بديانات أخرى ليتولوا أمر المسلمين يعني كموظفين ضمن الدولة ليست فقط من موظفين وإنما يعني ولات يعني ليست ولاات وإنما أشبه برؤساء الوزرات حكام يعني حين ننظر في غرناطة مثلا في البدايات الأولى نعم ابن باديس استعانى بمجموعة من الليهود نعم ابن النغرلة وما ذلك فهم الذين تحكموا بمفاصل الدولة مما استدعى بعض الشعراء طيب وفق أي مسوغ يعني يكلف ديانات أخرى من دولة يعني الحاكل دولة إسلامية طيب إسلامي نعم خلينا ابتداء نعم نشير إلى مسألة تتعلق بالتسامح الدين الذي كان قائما في الأندلس من البدايات نعم لم يحضروا عليهم مساجد كنائسهم نعم أو كنسهم لم يضيقوا عليهم لا بالعكس يعني وضعوا لكل فئة من الفئات قاضيا نعم كي يحكم من خلال دينه وليس من خلال النظم الإسلامية فكانت من بين هذه هناك من نبغ نعم بالأدب بالعلم بالسياسة نبغ كثيرا فهؤلاء كانوا يتخيرون نعم من مثل هؤلاء ليقوموا بهذه المهمة وهي هذه من نحين الجانب الديني نعم العقدي أعتقد أنه يمكن سوف تجد مسوغا في مسألة كفايا إذن هذه هي أوجه النقد الاجتماعي والسياسي لا أبوال في أمر آخر نعم أنا أتحدث أن هذه أسباب كلها بحقيقة بدأت وآذنت برحيل المسلمين هناك مواضح نعم 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 الحيف الظلم أضع الفساد والفساد يعني شاعر وصل إلى درجة الخيانة فيما بينهم غرناطة نكتور يعني من خلال قراءاتنا للقصائد الشعر ما يخص الأندلس وحتى من خارج الأندلس أكثر مدينة حظيت بوافر الشعر من دون المدن الأندلسية الأخرى هي غرناطة مع أنه المدن الأخرى أيضا مثل يعني قرطبة شميلة طليطلة بلنسيا يعني مدن جميلة وأيضا فيها فيها ازدهار ثقافي وازدهار أدبي وازدهار علمي طبعا وبناء وحضارة ما السر في أن الغرناطة يعني استحوذت على النصيب الأكبر في الشعر العربي أشكرك أولا غرناطة ليست مدينة وحسب نعم وأنها كانت رمزا للبقاء الإسلامي في الهزيع الأخير من عمر الدولة الإسلامية فالمدة الزمنية من القرن السابع الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري كانت كفيلة بأن تولد أشعارا إضافية لأن هذه تلك البلاد خلت نعم من سكانها يعني رثاء المدن معروف ومشهور هناك هذه واحدة الثانية غرناطة تأسست فيها مملكة ابتداء هي كانت قرية نعم ثم بسبب الصراعات بين المواد وبين المسلمين وبين الطامحين على الدولة يعني القتال الداخلي كانت في منطقة اسمها البيرة ثم ارتحل الناس إلى غرناطة وتشكلت وكانت هناك دولة الجانب الآخر جمال البيئة التي كانت يقول مؤرخو أبو الجغرافيون عنها أنها هناك أربعين ميلا نعم يعني يوجد أربعون ميلا من الرياض حول غرناطة الجانب الآخر أنها مثل بغداد والقاهرة يشقها نهر إلى شقي وتصل بينها الجسور الذين وصفوها كأنما هي سوار في معصم فلها جانب طبيعي نعم جمالي وفيها الجانب السياسي والذلك وأحياؤها بطبيعة الحال تضم أحياء عربية وغير عربية ومسلمة وغير مسلمة أحياء مكتملة نعم فهي كانت نموذجا للتعايش بين الأفر الجانب الآخر أن المسلمين آنذاك قد احتموا بهذه وأصبحت هي عاصمة مملكة بل هي المملكة نفسها حافظت على الإسلام بطريقة ما على الرغم من الصراعات الموجودة ورغم من تكالب دول الجوار عليها بقيت أكثر من ربع قرن نعم وهي موجودة ولذلك تعلق المسلمون بها والشعراء بها تعلقا غريبا ربما لأنهم يجدون فيها الملاذ الأخير إذن حسرت الأندلس في غرناطة نعم وأصبحت هي وجهة وولاياتها بطبيعة الحال نعم جميل ابن زيدون شعر قرطبة وفتاها العاشق كتب رسائل تباينت ما بين الهزل وبين الجد واهتم الكثير من الأدباء والمؤرخين من رسائله لاسيما ابن نباتة في كتابه سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون يعني ابن زيدون لم ينفرد في كتابة الرسائل هناك أيضا أدباء وكتاب وشعرافا كتبوا الرسائل لماذا يعني اهتم المؤرخون والأدباء برسائل ابن زيدون دون الآخرين أشكر أولا ابن زيدون شاعر مرهف الإحساس نعم وسياسي وهذه إشكالية عنده مشكلة السياسة وشاعر وأديب نعم وإذا تناولنا رسائل لم يصل إلينا إلى النزر اليسير من رسائل ابن زيدون وأشار إليها مؤرخون الأدب آنذاك مثلا ابن بسام الشنترين وكان معاصرا له نعم أو قريب عصر منه فكانت تأتينا رسائل من شبيله هو كان بشبيله عند البنباء هي أقرب للمنظوم منها للمنثور فرسائله كأنما هي قصائد منثورة ابتداء الجانب له رسالتان أعتقد أنه من طلاء الرسائل في الأدب العربي نعم واحدة فيها يسموها الرسالة الجدية والثاني الهزلية نعم ويبدو أنهما يعني يعالجان موضوعا نفسيا واحدا نعم الأول هو الرسالة الجدية كتبها وشرحها ابن نباتة المصري نعم كتب يعني لأنه كان بالسجن وفي ضيق نعم إلى ملك قرطبة إلى ابن جهور نعم في قرطبة نعم كي يعني يسمح له وكي يشرحها له وكي يعني يذكر بأن هذه كلها بسبب الوشايات والصراع السياسي فكتب هذه وهو يحترق نعم حقيقة وإذاك أنت تجد فيها الكثير مما ذكر ومما يثير الإعجاب ومما كأنما هي معرض لثقافته ولذلك وظف هذه الثقافة نعم ولذلك كانت هي الرسالة يعني ليست طويلة بحد ذاتها ولكن شرح ابن نباتة المصري نعم لها تجاوز يعني وصل إلى 600 صفح كيف كانت تأثيرها على ابن جهور من القرطبة باللسانة للآسف ابن زيدون نعم كانت له صحبة مع ابن حاكم قرطبة نعم فكأنما هناك شيء اعتمد فأعتقد أنه من خلاله حرب إلى شبيليا نعم وبقي عند دولة بن عبد الرسالة الثانية نعم هي رسالة هزلية نعم لا منافسه ابن عبدوس ابن عبدوس نعم وكتبها على لسان ولادة ليبدو ابن عبدوس أمامها ضئيل المعرفة نعم دميم الخلقة قليل الوفاء وهكذا كتبها وهو يعني ليعطي صورة ليست حسنة له وهذه لابن عبدوس وهذه الرسالة أيضا شرحها نعم خليل بن عيبك الصفدي وسماها شرح تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون نعم وكان لي الشرف أنني حققت هذا النص وهو بخط نعم خليل بن عيبك الصفدي كتبت عن التناص أيضا في الرسالة نعم كتبت عن لأن قلة الرسالة التي وصلت إلينا نعم أخذت الرسالة الجدية والرسالة الحزلية النصيب الأكبر في هذا الجانب وكل واحدة منها يعني النصوص التي استعان بها أو استحضرها نعم سواء كانت من القرآن أو من أحداث التاريخ أو كانت من الأدب وما إلى ذلك كانت تتوافق مع غرضه نعم لذلك نجد مثلا فيه رسالة ابن الجدية نعم يذكر من القرآن الكريم أنه لم يذنب حتى لو أذنب لم يصدنبه إلى ابني لي صرحا نعم كي أطلع أو لأطلع إلى إله موسى إلى إله موسى نعم ولم أقتن علي نعم ولم أتأخر في صلاة العصر في ابني قريضة وهكذا نجد أنه يتحدث يستحضر كل هذه يستحضر أنه ليس مذنبا نعم وإذا جاءنا للهزلية فإنه يأتي بصورة غير الحسنة نعم من التراث ويعطيها له والجانب الآخر كان يطرح عليه أسئلة بالتاريخ يبدو معها ابن عبدوس عاجزا عن الإجابة وكأنه ما هو يستحضر نعم رسالة ابن رسالة الجاحط في رسالة المشهورة نعم التربيع والتدوير في أحمد بن عبد الوحب جميل 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 الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر حقيقة أيضا كتب عن هذه الرسائل الديوانية ودي أن يعني نقف على مفهوم الرسائل الديوانية ومتى نشأت لكن بعد أن نذهب إلى فاصل دكتور مانرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردنية أهل السادة الدكتور عبد الحليم الأهروض واسمعوا لي أن أرحب بضيفي مرة أخرى أهل السلام مرة أخرى سألتك قبل الفاصل عن الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر ما مفهوم الرسائل الديوانية ومتى نشأت أشكرك هي الرسائل الديوانية يقال عنها الرسائل الديوانية الرسمية الحكومية ومعنى الرسائل التي تعنى بتسير أمور الدولة بكافة اتجاهاتها سواء في علاقة الحاكم بالمحكوم أو دواء الدولة فيما بينها أو علاقتهم مع الدوان الجوار هذه مسألة لتنظيم الدولة وتاريخ قديم يعني وليس مستحدثا في الأندلس نعم وأنا من عمر من الخطاب حين قالوا دوان الدواوين وما إلى ذلك بظلت تسير لكن في عصر بن الأحمر حقيقة لأنها تعبر تعبيرا صادقا لأنها عبارة عن وثائق تتحدث عن الظروف التي كانت تعيشها الدولة الإسلامية آنذاك عشية سقوط خرناطة فأنت ترى في هذه الرسائل كيف كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم كيف كانت العلاقة بين خرناطة وهي بطبيعة الحال لأنها الجزء الجنوبي يعني ما تبقى من المسلمين هناك علاقتهم مع مثل المغرب علاقتهم بالدول الإسلامية في المشرق علاقتهم بدول الجوار الأوروبي الذي يناصبهم العداء بطبيعة الحال وأن بدت فيه كثيرا من الأحيان كانت تناصبهم العداء وأن كانت أحيانا تمر بفترات سلم وما إلى ذلك فهذه أهمية أنك تنظر فيها وخير ما يمكن أن نشير إلي تلك المعاهدة التي كانت بين أبي عبد الله الصغير وبين القشتاليين وأرغون فرناندو أزيبيل المعروف فأنت تقف على هذه المسألة لترى المجتمع لترى العلاقات بين المسلمين فيما بينهم في المجتمع فيما بينهم في علاقتهم مع الآخرين ولو تعرضنا إلى نماذج من هذه العلاقة الود والاحترام والمتبادل مع الدول الجوار وأحيانا للأسف نجد بعض الوثائق تدل على الذل والخنوع بل وتدل على أن المسلمين بدل أن يأخذوا الجزء أصبحوا يدفعون الأتاوة يقال أن الرسالة الديوانية كانت تكتب على ورق أحمر ما السر في اختيار هذا اللون حقيقة هذه يبدو لأن الورق كان شائعا لكن الاسم بشكل عام الاسم يعني غرناطة تعني اللون الأحمر بني الأحمر ولذلك اسمع أنا قرأت في السرديات التاريخية القديمة لم تذكر السرديات القديمة أنهم ابن الأحمر وأنهم بني نصر وفي عصور متأخرة نعم أصبحنا نرى إذن من أين جاء له علاقة بالرسالة الديوانية اكتسبوا هذا اللقب نوع الورق الذي كان يكتب اسمهم لا ليست بالضرورة أن تكون هذه وإنما ربما تكون نسبة للمدينة التي كان يعني أو العاصمة الدولة آنذاك غرناطة من عنها الياقوتة أو معناها الدون الأحمر يعني يشير نعم إلى هذا الجانب وذكرت يعني أقول بعض المؤرخين قديما كانوا يكتبون عنوانات بن الأحمر نعم لكن لو وقفنا عند من أرخ لهم من مؤرخي الدولة أنفسهم نعم نجد مثل هذا الاسم نجده عند ابن زيدون نجد آسف عند ابن الخطيب نعم وهو كما يقولون يعني جهينة أخبارهم لم يذكر لابن الأحمر نعم ذكر بني نصر بن نصر وألفت كتب بهم وبتاريخهم باسم دولة بني نصر يعني المؤرخون يعني لم يذكروا هذا الجانب لم يعقدوا عنوانات متى حملوا هذا اللقب ومتى سمي بهذا بهذا اللقب أو الأسباب أو من أين جاء هذا اللقب أنا حقيقة نعم تتبعت هذه المسألة وبحثا عن هذا متى بدأ لم يجد من دولة دولة بني الأحمر اسما اسم اسم دولة بني الأحمر اسمها أو هم بني الأحمر نعم وإنما هم بن نصر من خارج المؤرخي الدولة نعم أو مخارجية من خارج المؤرخية الأندلس كانوا يكتبوا ابني الأحمر نعم ولا يقولون دولة بني الأحمر وإنما يقول ابن الأحمر نعم بنو الأحمر ومعر ذلك بعنوانات نعم هم غلب عليهم هذا اللقب بنو الأحمر لكن غلب عليهم هذا كيف كان يختاروا يقال إنه هناك مواصفات معينة ومعايير معينة للكتاب كتاب رسائل ديوانية وفق معايير معينة كيف يتم اختيار من المفارقة أن تجد أنه ثم تتنافسا بين المتقدمين لكتابة الإنشائية نعم فيعملون لهم اختبارا من يستطيع أن يصل إلى هذه الرتبة فيتبوى هذه الرتبة لكن بشكل عام ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر نعم فيه مع بعض الاستثناءات أو ينبغي أن يكون مسلما هذه واحدة شرط من الشروط وأن يكون بالغا يعني لا يتولى أمر الكتابة يعني من هم دن سن الرشد الثاني وهي مهمة جدا أن يكون قد تعلم العربي أو فقها العربي بكل تجلياتها بنحوها بصرفها بفقها بأسرارها يعني يدرك ماذا يكتب ومعنى ما يكتب الجوانب الأخرى بطبيعة الحال تحدثوا عن معرفة التاريخ ومعرفة الأدب ليستشدوا به البرآن الكريم كلها أدوات تؤهل الإنسان أن يكون كاتبا للإنشاء من هو أشهر كتاب فقط أشير أحيانا في هذا الاختبار أو في هذه البحث عن هذه الخصائص التي ينبغي أن تتوافر في هذه يعجبهم خطه فيعدنونهم عن نساخ وبعض النساخ أحيانا إذا أبدأ معرفة واتطور من نفسه ربما ترقما للناسخ إلى أن يكون كاتب إنشاء من هو أشهر الكتاب في ذلك؟ حقيقة كتاب بن الأحمر أولا جمعوا بين أمرين بين الكتابة والأدب على اختلاف مستوياتهم نعم لكن رأسهم لسان الدين بالخطيب وإن كان تلميذا نحن نتحدث عما وصل إلينا نعم من نتاجهم شيخه ابن الجياب أبو الحسن علي ابن الجياب نعم له رسائل وهو شيخ ابن الخطيب وكان ابن الخطيب يعمل تحت إمرتي بعده ابن زمرك الغرناطي نعم وهو الذي أطاح بابن الخطيب للأسف يعني جميل على حديث ابن الخطيب دكتور يعني لسان الدين بن الخطيب الشاعر وزير يعني برع في اللون المعروف للأندلس هو الموشح وقال عنه محمد مهدي البصير أنه من أنجح والشاحي الأندلس فما الذي ميزه يعني كتاب كثير وشعره كثير كتبوا عن الموشح الأندلس ابن زهر بن زيدون لماذا تميز ابن الخطيب في هذا اللون آه أشكرا أولا ابن الخطيب متنوع الإنتاج نعم ليس فقط في الموشحات وأنهم حتى في الزجل وأكاد أقول بأنه ختاب المسك نعم ورسل أقول نهاية الموشحات ولكنه ختام المسك نعم لفن الموشحات هناك نعم لسان يكتب من شاعرية ولا يكتب من رياضة دهنية أعجب بها وصف جميل هذا نعم وأعجب بهذا اللون لأنه للإنشات نعم وللقناء وكان شائعا هو يقول هو ابن الخطيب يقول أنه كان شائعا بحيث أنه حتى في الدكاكين نعم كان يعني الوشحون المطرد المهم نعود إلى ابن الخطيب ابن الخطيب كتب فيه المتنوع الإنتاج الأدبي نعم ابن الخطيب فيه هذه النوعة منها ما كتبه على بحور الشعر المألوفة نعم ومنها من تجاوز البحور بمعنى ما يقتضيه اللحن الذي يرغب فيه أن يكون للإنشات أو للغناء ثانيا في كثير من شعره نعم من موشحاته التي جاء بها كان ينضم في البحور الشعري ينضم الموشح على بحرين نعم وليس على بحر واحد المعروف عنه بحر الرمل في الغالب كتب على بحر الرمل كتب يعني بنفس الشاعر نعم وبنفس الوشاح وبنفس الوناء الفنان نعم ابن الخطيب قام في تاريخ نعم ليست فقط في تاريخ في التاريخ السياسي نعم وأنه حتى في التاريخ الأدبي إلى الآن أجريت حوله عشرات الدراسات نعم في العصر الحديث وأكثر من ذلك عند القدماء كانوا يسمونه آية في النظم والنثر آية ابن خلدون أكثر من هذا نعم ابن خلدون كان آية في النظم والنثر وهو صديقه ويعني عملا معا وهو يقول أنه يتحدث عن قصوره جاءته رسالة من دسانة ابن الخطيب يقول والله أني أرددت عليه ولكن بأسلوب مرسل لأن شأوه في السجع لا يلحق هذه شهادة من خلدون ابن خلدون نعم وليست فموضوع ابن خلدون موضوع ابن الخطيب في الحركة الأدبية ليست لا تقف عند معنى نعم ولا تقف عند شكل من أشكال التعبير الشعري ولا تقف عند حدود يعني لم كما يقول هو إن كنت لا تعرف بلقبه أنه كان مسمى ذا العمري وهو يقول ذلك له كتاب لطيف اسمه التعريف كذا عن الوقاية في الفصول نعم وقاية الجسم في الفصول الوصول إلى حفظ الصحة في الفصول ويقول ومن عجب نعم هو أنني كنت أشكل أرق ولم أستطع أن أداوي نفسي بهذا المعنى نعم لأنني كنت أقوم الليل في الكتابة وفي النهار في العمل بمعنى العمل الرسمي عمل الدولة دكتور يعني معروف الموشح الذي تحدثنا عنه للخطيب يقول جادك الغيت إذا الغيت الهم يا زمان الوصل في الأندلسي لم يكن وصلك إلا حلما في الكراء أو خلصة المختلسين يقال أنه كتب هذا الموشح وهو يمر بظروف قاسية جدا أنه أنت يعني عندما تقرأ هذا الموشح تشعر بتحليق وخيالات وجمال وصور لكن أنه يقول يقال حسب المؤرخين أنه هذه كتب هذا الموشح وهو في ظرف نفسي قاسي جدا ما حقيقة هذا أشكر في مسألة هذا التعبير أنا من أطلق هذه ولسبب نعم سوف آتي إلي موشحة جادك الغيث إذا الغيث هما هي موضع جدل عند القدماء وعند المحدثين للأسف الذين لم يقرأوا الموشحة بصورتها المكتملة وإنما أخذوها مجزأة مما ورد عن مؤرخي الأدب مثل مقدمة إبن خلدون وما إلى ذلك هذه القصيدة لا على تقتلها بالطبيعة المخبوء فيها لا على قتله لا بطبيعة من أحد عشر بيتا كلها في الغزل وفي وصف الطبيعة نعم فذهب كثير منهم أنها في الغزل أو في الطبيعة لكن المخبوء فيها نعم وتاريخها أو سياقة تاريخي يؤكد أنها ليست كذلك أول في البيت الأول نعم جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس إذن يتحدث عن ماض جميل نعم ويدعو له بالسقية لأنه انتهى نعم لأنه دول لأنه دول بطبيعة الحال الجانب الآخر ورد في الموشحة لقب الغني بالله وهذا اللقب أخذه الغني بالله بعد أحداث 769 للهجرة نعم فإذن هي قيلت بعد 769 للهجرة الجانب الآخر ابن الخطيب كان له من الوشة منهم ابن عبدوس ومنهم يعني ابن زمرك يعني نعم يقول ابن خلدون نعم وغصت حاشية السلطان به أكبر تعبير وهو زميله صديقه وهو يقول كنت أسهر الليل وانتظر النهاية الأحداث هو يذكر ذلك يتغامزون بالعيون ويتلامزون وإذا حضروا يعني المديح وما إلى ذلك لكنهم إذا غابوا صرفوا القلوب هكذا إذن هي أحداث كانت قاسية على ابن الخطيب رافقها أنه كان فيه ورد للأندرس في حينها كتاب لابن حجل التلمساني اسمه ديوان الصبابة في الغزل وفي الحب البشري وما إلى ذلك فكتب كتابا آخر معارضا له سماء التعريف بالحب الشريف ونحى فيه منحة للتصوف وهداه للمحمد الخامس نعم واستقبله الناس واستقبله يعني أعداؤه استقبالا حسنا بعد أن تغيرت الأحوال كان سببا في أن يشار إليه بأنه زنديق لأنه دخل بالتصوف ويؤمن بالاتحاد ويؤمن بالحلول ويؤمن بكذا يعني ذهبوا للبحث عن المعايب ليتهم بهذه إذن هذه عودة إلى الموشحة هذه الموشحة التي قالها وأنا أرخت لها بأنها بعد 769 لورود اسم أو نقب الغني بالله كانت تمور بالأحداث المشاه الافتتاد الداخلي المخبوء بين حاشية السلطان الحسد والتنافس نعم وهو كان قاسيا للألم يعني كان الرجل دولة وكان أديبا يعني وجمع بين الحسنيين بين الأذب وبين السياسة نعم كان قاسيا في السياسة ومرها في الحس في الأدم جميل هذا صعب أن جمع أن اجتمعها في شرصور فكان موضع حسد عند هؤلاء ولذلك حين الحديث طويل يا دكتور والوقت ضيق شكرا لك فقط اشير إلى مسألة تتعلق بهذه الموشحة اللي هي جادك الغير لو تتبعنا المعاني التي ذكرها في وصف الطبيعة تذكرنا أنه يتألم على ماضي مضى ويتخيل مبدوعه القديم نواضحه من المطلع الموشح هو يتحسر على ماضي الأندلس ويتحسر على ماضيه وليس على ماضي الأندلس نعم وماضيه نعم ضمنها نعم لو في مجال القراءة منها لو وجدت لك كل مقطع من مقاطئها سوف تجد ما يشير إلى هذه الحسرة وانا قلت هذا الحكم بطبيعة الحال لأنه كثيرا من للأسف كثيرا من الباحثين أو بعض الباحثين أشاروا أنها سرقها من ابن سهل نعم الإسرائيلي بموشحة المشهور هل دراض بيلحمى عن قد حمى قلب صب ولم لو قرأوا الموشح لنهايتها لوجدوا أنه يقول نعم عارضت قولا ومعنا وحلا قول من أنطقه الحب فقال هل دراض بيلحمى من قد حمى إذن هو عارض هذه وهو يعترف بأنه جعل خرج له وأساسا لموشحته شكرا لك شكرا لك الحديث ممتع وطويل ويحتاج إلى وقت أوسع لكنه نحن ملزمون بوقت فقط حتى للموشحة لأنها لها منزلة في تاريخي يقولون بأن الموشحة ابن سهل هي الأساس نعم هي البذرة لكنني تتبعت كل من عارض هذه الموشحة أو ذكرها أن ابن الخطيب هو الذي حملها لم تعارض هذه الموشحة لا عند القدمة ولا عند المحدثين إلا هي كلها معارضات لموشحة ابن الخطيب وهو الذي حمل اسمها في خرجته جميل جميل شكرا لك شكرا لك البحث والأكاديمية الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الحليم الهروض على هذا الحديث الممتع والمشوق شكرا لك شكرا لك يعني أكرر شكري لهذه القناة شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتعبى حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستبدعكم الله والسلام عليكم شكرا لك 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 شكرا لك